وعلى هامش أعمال الدورة الستسين لمؤتمر ميونخ للأمن ناقش العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الحرب على قطاع غزة وأكد الملك الأردني أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة في القطاع وضرورة ضمان إيصال المساعدات لافتا إلى أهمية التنصيق العربي المساهمة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع كما أشار الملك عبدالله إلى أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة لاصطراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونو 1967 وعاصمة القدس الشرقية وعلى صعيد متصل دعا الملك الأردني في مؤتمر ميونخ للأمن إلى تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ومنع توسع دوامة العنفة في المنطقة وأكد ضرورة حماية المدنيين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إليهم كما شدد على ضرورة دعم وكالة الأونروا التي تعد شريانا مهما لنحو 2 مليون من من يواجهون خطر المجاعة بغزة ترجمة نانسي قنقر